ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هاي افري بودي هاي كتير كبيرة هلو كتير كبيرة لكل اصحابنا يلي عم يحضرونا الليلة بالبيت اوكي نحن جاهزين مثل العادة وانتم كمان لحتى تصيروا جاهزين ستوا تعرفوا شو لازم تعملوا لازم تحضروا اكيد الدفتر والقلم لحتى تقيدوا كل الرسالات يلي عم نتعلمها سوا نحن وياكم بالشو اليوم حضرينكم سناك غير شكل و موفنز فيكن تاكلوهن وين ما كان فيكن تاكلوهن بالبيت بالمدرسة فيكن تاكلوهن بالدهرات وبالبيكنيك وبالبيكنيك كمانا لكن اذا بدكم تحضروا الزويدة الغير شكل تملوهن القشة الكتير طيبة والكتير سريعة تتحضير ما قلكون غير انو تتابعوونا شوية شوية رح نقلكون كل الانجريدينس يلي بتاعزوهن لحتى تملو بنيهتكن قشة طيبة بالاخص بالاخص الدهر يلي بعرف كتير منكن وينترو اوكي يو غايز فايف فور ثري تو وون ما تروحوا لمحال شوفونا بعد سي لا تحضير السلامي سناك لشخصين انتو بحاجه لخبستين هامبرغر بونز ولا باقيت انتو بحاجه لثلاث قطع السلامي ثلاث قطع تشادر تشيز زبدة وميوناز حسب الزوء وخسم غسل منيح الاغراض يلي بتاعزوه لتحضروا الفريش ساندويتش اللي كنت عم مخبركن عنا قبل بشوي هنه زبدة زبدة ظهرناها شوي قبل بوقت نحنا لحتى تدوب وتسير ايزي تسبرد للمرغة وكيد في زبدة بالاصل صوفت بقلولة ايزي تسبرد بسناها هم استعموا للزبدة العادي مايوناز مايوناز كمان بيضلوا بالبراد بس بتشلو بس بدكن تستعملو جبنة جبنة اينا نحنا تشيرر تشيز لونا اصفر سلامي 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 فيه سلامي صغار وفيه كبار نحنا قرنا له يعملنا هون قطع كبيرة سلامي بتروحه للسوبرماركت تقولوا لاذا بتكون وققية نصف وققية كيلو ولا بتشتروها بالقطع راح نحطه هون خس وخس كمان واكيد اكي اكيد ما من ننسى نغسي للغاز وشوفوا احسن طريقة لتخسيل الغاز هو انه تقطعون شقف شقف ولا ليف سبلوتو ليف 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 وتغسلوهن لانه ايام بيكون عليها الطراب لان تعرف الخس ماين بيطلع برافو شي مارا شفت خس على الشجر لا الخس ما بيطلع ولا على الشجر بيطلع بالقارد بس يشلوهن من الارض بيكون فيه ورامل ويمن سو لازمك كتير 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 منيح نغسل يا ويلة جوي 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 واخر الشي البرد شو كنت بديك تقليلي على البرد فين انا عمله غير بطبع الهامبركر صح جوي كل الوقت كنت عم تفكر انه هيدا خبز الهامبركر او ماي كود فيكت عم بيه اكيد بباكات ولا خبز بيقلول خبز فرنجة يعني فرنش برد وفيكت عملي كمين بخبز عربي بس نحن نقينا هيدا البرد اللي جايبينه من عم ترينال وهنا بيعمل خبز كتير طيب هيدا عليه الساسامي ورح نجهز نحن حالنا وانتو بترجعوا بتلقونا هون بعد ثواني مين اخترع الهامبركر كونت بيرج كونت هامبرج او كونت بيرج جواب التاني كونت هامبرج واخترعه سنة 1884 هلو لو 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 اوكي جاهزنا البنز قصيناهم بننص ومافضيناهم من جوة فيكن انتو تشترونة مقصوصين ديجا من النص شو بنعمل اول شي بنجيب الزبدة اكيد جوي رح تاخد بان بيسمون بان زهول هيله اليك و انا رح ااخد بان و كمانه رح نبلش بدهنه بالزبدة عن جديد بذكركم كل واحد بحب كمية معينة من الزبدة انا شخصيا بحب كثير من كل شي يالله ندهن من تحت و من فوق يعنا الٍiãoر y upper part of the bun هيك OMG osoby انا ضهرنا الزبدة الي بتسيل هيتها سالت زيادة عن الزب ok كمان متل كيل مرة جوي حاكت نوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووبسووو صيووووووووووووووووعووووو autres طولاه Tel ne step here سلامي ناخد السلامي one piece at a time نحن مغسلين ايدينا وانتو ما تنسوا دايما تغسلوا ايديكم قبل ما تتقرروا لأكل نمسكها بيدنا ونحط شقفة سلامي شقفة جبنة كمان شقفة سلامي وعن جديد شقفة جبنة نعملها two layers وفوق شقفة سلامي وبس ملعة صغيرة قبل ما لكم ملعة شو راح نجيب الزب لشيز لجوي الجبنة تفضلي هلو راح ناخد شوية مسترد فيكن تستعملوا نفس الشوكه هي اللي استعملتوا فيها الزبدة بس ندفع واكيد ما مننسى العنصر الاساسي انا بسميه بكل الوجبات وهو الخضرة يعني شو ما كنا عم نحضير لازم نأكل معه خضرة سلاد وخيارة بنادوراية ولا خس متل الاراني هاي دخس هون راح نزيد متفخس وما تنسوا نغسلون وتحطوا حط بعضهم هاي شو جوي صاروا جاهزين برافو جوي يلا جوي راح تزين النايين هون بالخس قلب اللي عندي اللي نضلنها اوكي فينا واحد شوي تخسي ايه يلا حتى نشوف اذا طيبين وانا اكيد انو طيبين راح نسأل كاميرامان بيتر بطرس يدق المياهون تفضل استيس بيتر بليز انتوا قاعدين بالبيت بدي تزقفونه وزفك كديره تفضل 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 دق المياهون مفروض يكونوا كتير طايمين بدي تاخد كتش كبيرة وتقلي شو رأيك فيهم كيف طايمين كتير طايمين يلا هاي كله لها لك فحتين 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 وانا كمان بدي اودعكن وقلكن منشوفكن مرة الجاة اجدون وانا وانا يجب علي تاخد كمان بدي اشهر مجباش طايمين صاري عين التحذير يا حبلة لهيما لازم نحكي اهوانا يكون صاري عين التحذير ما بدهن ابدى وقت وكتير هالفي ترجمة نانسي قنقر 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 ر 38 لنانسي قنقر أ اللي عدو أنسي قنقر الأحرف سوا باي